أهلا وسهلا فيكم في براشوت سكستين رابب بودكاست بداية نوزي دايماً بنحب نذكركم أنه هذا البودكاست هو نشر صوتية شهرية بنقدم لكم آخر أخبارنا لتعرفوا أكثر عن مشاريعنا وشركائنا وعن الشركات الناشئة اللي عم نشتغل معاها لنقدر نطور من منتجاتها ونتوسع في كل عالم العربي جعنا لكم بعد فترة كانت مليانة لقاءات وبرامج وإنجازات خلال الشهرين الماضين ومتحمسين لنحكي لكم عنهم شكراً أسامة أولاً قبل ما ببلش بحب كتير أبارك لأهلنا وصحابنا وأصدقائنا وبيتنا وأرضنا المملكة العربية السعودية ببناسبة عيد الوطني نفتخر كتير بناسها وأهلها بقيادة السمو الأمير محمد بن سلمان نتمنى لبلدنا العزيز الغالي جداً دوام الوحدة والتقدم والازدهار وتكون من أعظم ورح تكون من أعظم الدول بالعالم كلها نفتخر في براشوت سكستين اللي لقلنا دور ببناء منظومة ريادة الأعمال في السعودية وفي العالم العربي فخورين أنه عم نكبر وعم ننمو وعم نتعلم ببيتنا وأرضنا العزيز جداً 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 فكل عام وإحنا بألف خير وصحة وسلامة دائماً بنحب نظل نذكركم أنكم بتقدروا تكونوا معنا وتسجلوا اليوم لتكونوا جزء من براشوت سكستين إكسبرت نتورك لنقدر نوصل لأكبر عدد من الخبراء ليكونوا جزء من رحلتنا لدعم الشركات الناشئة في العالم العربي بناءً على كلام أسامة أحب أن أذكركم أن هذه النتورك وهذه الشبكة هدفها تمكين الشركات الناشئة وشركات سريعة النمو في العالم العربي وخصوصاً السعودية والمنطقة فإذا كنت أنت أو أنت خبير حقيقي ومؤسس لشركة ناشئة سواءت نجحت أو ما نجحت بهمنا كثير يكون فيه خبرات في بناء وتطوير المنتجات أشخاص دعمين للرواد الأعمال مستثمرين أو شركات استثمار جريء مبرمجين أشخاص بفهم بالأمور القانونية أشخاص بيساعدوا الشركات على تحديد بيكونوا جاهزية للإستثمار أشخاص ممكن يأخذوا الشركات الناشئة أو تتوسع بأسواق سواء كانت بأوروبا وأمريكا وأسواق أخرى نحب كتير تكونوا جزء من النتورك لح تساعد الشركات الناشئة وشركات سريعة النمو لأنه في عنا توجه كتير كبير بتمكين فوق الأربعين يونيكورن في المملكة العربية السعودية والمنطقة فهذا شيء بيعنينا جدا فأي فيدباك منك أي شخص بتحب تدعمه أي قطاع بتشوف حالك فيه قادر تقدم فأهلا وسهلا فيك في P16 Expert Network وحيكون طبعا موجود اللينك على كل صفحاتنا مواقع تواصل اجتماعي تحبك تشاركوها مع أصدقائنا حتكون موجودة اللينك في الرابط الأول لهذا البودكاست كمان بفضل الله والحمد لله نختتمنا برنامج مسرعة أكسس لتقنيات ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وبنعمل على إعداد العروض النهائية للشركات الناشئة وبدأنا اجتماعات تحضيرية للشركات بعد البرنامج ومنها شركتنا مع شبكة قادرون لدعم أصحاب الإعاقة في مجال ريادة العمل وهي شبكة بتعمل على التواصل مع أصحاب العمل لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في فرقهم ودائما بنبحث عن أشخاص عظمين وجميلين لدعم الشركات الناشئة في مسرعة أكسس داخل الجهات التالية زي مجلس التأمين الصحي برنامج تطوير التكنولوجيا الوطني الجمعية الخيرية للداون سندرم مركز التمييز للتوحد الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مركز الوطني للذكاء الاصطناعي المستشفيات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مراكز البحوث في المملكة العربية السعودية ونحب نحكي لكم أنه دائماً كلنا حماس ورغبة كبيرة لبناء قاعدة شركاء وداعمين في كل القطاعات في كل العالم العربي والعالم والهدف من هذه الشركات كلها هي تمكين الشركات الناشئة وتسريع نموها وزائد كمان تكون فرصة كتير كبيرة للشركات الكبيرة والمؤسسات الحكومية من أنها تكون عم تتمنى أجدد البرامج التقنية والتكنولوجيا اللي عم تنتجها الشركات الناشئة ودائماً منحب نكون هذا البرج الكبير في كل العالم العربي لأننا نشبهك الشركات الناشئة ونكون النقل النوعية اللي بنتمنىها كنا بكل العالم العربي وإحنا مؤمنين بأنه الجاي إشي عظيم كتير فاخرين كمان أنه عقدنا شراكي استراتيجي مع أصدقائنا في منظمة لويك وزي ما بتعرف الجزء من شغلنا هو بناء مسرعات الأعمال وحواضن الأعمال والبرامج تمكين الإبتكار مع المنظمات والشركات لتمكين الشباب أو مع الشركات لتمكين موظفينهم فدرنا نتعاون مع لويك مع أصدقائنا وشركائنا كمان من الحكمة لتمكين 16 شبه وصبية ليكونوا جزء من لويك وطلع مع الأصدقاء أربع متجات إن شاء الله نتمنى لهم كل التوفيق طبعاً شراكتنا مستمرة مع صندوق الأردني الهاشم إلى التنمية البشرية جهد من خلال برنامج تدريب الأعمال هو واحد من أنشطة برنامج مساهمة المرأة في الأردن في تعزيز الانتعاش الاقتصادي محاربة الفقر استجابة لفيروس كوفيد 19 الحمد لله إنه إحنا يعدينا هاي الفترة الصعبة وقمنا بتدريب 30 سيدة من سيدات المفرق وإربد صاحبات المشاريع المنزلية على مهارات تصميم نموذج العمل التجاري والمبادئ المالية والسرد القصصي وبناء الهوية الرقمية والبصرية ومهارات التصوير الفوتوغرافي للمنتجات وهذا ما بتعرفه جزء كتير أساسي هو تمكين الشركات الناشئة والمتوسطة عشان هيك إحنا فخرين ومتحمسين دائما نتشارك مع أكبر قدر ممكن من جهات الحكومية أو القطاع الخاص اللي همه التطوير الاقتصادي وهم شيء هو تمكين رواد الأعمال الحقيقيين اللي عم بيبنوا منتجات حقيقية وعم بسعب العالم العربي دائما طموحنا ببارشوت 16 وحلمنا ورح شايفين بجهود كل الشركات اللي هم نشتغل معهم نكون أهم entrepreneurship ecosystem enabler بالعالم العربي مع شركاتنا بكل مكان العالم من يوروب أميركا فار إيست أنا أصدقاء كثير احنا فخرين فيهم كمان فخرين في بارشوت 16 نخبركم تجديد شركتنا استراتيجية مع مؤسسة الملك خالد خلال أيام من ما بتسمعوا هذا البودكاست بذكركم باسمه بي بي 16 رابب بودكاست حيكون عم نطبق برنامج اللي نفتغر فيه ومنحبه كتير واللي بنيناه من كل قلب ساهم للريادة الاجتماعية لأنه برضو جزء من خبرتنا هي ريادة الأعمال وتمكين رواد الأعمال والشركات سريعة النمو وزائد كمان رواد الأعمال في مجال الريادة الاجتماعية حيكون تنفيذ هذا المشروع زيما كان بداية بالرياض ثم الرياض ثم العلا وهاي المرة في حائل حيكون في عنا بودكام بودده خمس أيام بعدين حيكون في عنا هكاثون حيطل الأصدقاء في ياته بمجموعة حلول هاي الحلول هحن نربطها مع جهات الممكنة زينا في مجال رادية الأعمال حن نقدر حن نقدر يحولوها لمشاريع قابلة للتنفيذ وحيكون في عروض مع مجموعة من رواد الأعمال ولجنة التحكيم من قضاعات مختلفة وطبعا بالتأكيد رح نعطيهم تحدي يشتغلوا عليه بمتناسب مع طموحات حائل متناسب مع طموحاتنا في السعودية برؤية 20-30 وقريبا تكون رؤية 20-40 بإذن الله بنشكر هذا شيء داخلي طبعا شيء داخلي بنشكر دانيا ولين على كل الجهد الكبير وتعبهم وسهرهم أيام وليالي بالشهور الماضية بشغلهم على النيو براندنج لبارشوت 16 يعني أفهم أنه في نيو براندنج في نيو براندنج وإحنا الحمد لله طبعا شكرنا بامتد لكل الفريق طبعا ونحب نحكي أنه صرنا على أعتاب الانتهاء وإحنا في المرحلة الأخيرة فدعواتكم واستنونا قريبا إن شاء الله ونتمنى كل حتى باسمها هذا البودكاست أنه وانسونا نطلب البراندنج الجديد نحاولنا عملنا مقابلات مباشرة مع كل الشركة في العالم العربي عشان نعرفوا نقاط قوتنا ونقاط التحسين اللي لازم نشتغل عليها أخذناها بعين اعتبار عام لبني وعمل عديل كل يوم اللي بقدر أقولكم إياه كمان بدونكم وبدون دعمكم ما رح ندع نوصل لمكان فمجرد ما بتطلع البراند أنك تشارك الناس أو تشارك الناس هذا شيء يعني لنا كتير فيه بأنه أسامة ذكر الشكر للتيم اللي لداني أولين بهمني أشكر كمان أسامة هو اللي قاد لويك انوفيشن كامب فمشكور وهو التيم وبرضه بشكر نوها قيادتها كمان مشروع ساهم وبشكر نوها وياسر وجودهم برضو من واحدهم مشاريعنا اللي ممكن ما ذكرناها مشروع مسك سواء مسرعة مسك للنبي اوز وحاضنة مسك للنبي اوز كمان حاضنة مسك للانطلاق المتقدمة فمشكورين عليها كتير وهذا ما منسى برضو دعم وتمكين من صهيب ورزان وبرضو مهدي بما يتخلى لكل شيء إلا علاقة بدمور المالية فعشان ما دخلنا بالحيط شكراً إلاك غسان وطبعاً شكراً على كل الدعم المستمر في كل هاي البرامج من ورانا وامامنا آمين وكمان بنحب نكمل نحكي هيك شوية أخبار احنا عم نعمل كمان حالياً على تفعيل شراكة استراتيجية مع واحدة من أكبر الشركات أو أكبر المؤسسات في دولة قطر سواء حكومية أو غير حكومية بالضبط حكومية مبدئياً وطبعاً بنحب يعني نخفف عن غسان هيك حدة الموقف بتغيير ألوان المكتب غسان زي بتحب تحكي لنا شوي وحدة الموقف ما انت حكيت طبعاً اللي بيعرفه بيعرفه نحنا البراندينج تاعنا واللي بنحبه نحب الألوان كتير فأكيد جزء منكم بزارنا بالمكتب وكيد جزء منكم بعرفنا على السوشال ميديا وبشوف كيف التين بتعامل وإذا ما بتعرفنا بليز ادخل هلأ وشوف حتعرف الحالة كلوان المكتب فمشكورة دانيا ولين وصحيب ونها وسامة ومهدي وياسر مش مهم واضح شكر مش بالأعماق جاءت لقيت المكتب صار كله جزء نصه صار أبيض كامل الحلو أنه بطل حدا يوعد في المكتب الملون فأنا بحس في الوحدة صرت في المكتب الملون مش عارف ليه طبعاً لعد هاللحظة لا أسامة فصر لي ولا دانيا ولا لين هم بيشعروا بتركيز أكتر بهدوء الألوان ما بعرف صراحة قدي هذا موضوع منطقي ولا مش منطقي أستاذ وسامة بس يعني تفضل زحبتك إيشا موضوعنا أنا بقتل نحنو كننتقل لموضوع كتير مهم أنا وي أهلا وسهلا فيكم غيرنا لون المكتب نصه صار أبيض ونصه كان ملون إذا بتحب تشوفني شخصياً فأنا في الملون باعدين بالأبيض ويحبت وانتوا إياهم أهلا وسهلا ولأنه بنكمل بعدين صار مكتب لونه أبيض تخيلوا طبعاً لأنه بنكمل أخبارنا الداخلية فإحنا في برشوت سكستين دائماً 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 مؤمنين ومهتمين وبنسعى دائماً للتعلم المستمر فبكل حب شرفنا صديقنا أليكس مؤسس جو برودكت ثري سكستي بتقديم جلسة تعليمية فيما يخص إدارة المنتجات وتطويرها وبنعمل مع بعض على شراكة مهمة ومفيدة لكل المنطقة في مجال إدارة وتطوير المنتجات من خلال أكاديمية تعليمية كثير فخورين أليكس من الشباب المفخر فيهم جداً واليوم إحنا بنعرف العالم العرب إذا ما شغلنا مع الشركات الناشئة وجود حاجة كثير كبيرة لبرودكت مانيجرز فعب نشتغل مع بعض لنمكن عدد من البرودكت مانيجرز قريباً أول ما يوضح معنا الصورة من شريكنا الكبير في المنطقة هنخبركم بكل حب وسرور زايد عم نعمل مع بعض يكون فينا بودكاست خفيف دم هيك بما يخص البرودكت مانيجمنت وزي ما بتعرفوا زي ما هذا جزء منه أنه هو بودكاست رابب نخبركم الأبديات ساعتنا زي ما بتعرفوا فيه بنحب كتير تعملوا سابسكرايب نشرتنا على لينكدين اسمها Grow As You Know ننشر فيها محتوى بهم رواد الأعمال وشركات الناشية في كل أنحاء العالم زايد بعض التبس والأدوات والتولز وجهزية للاستثمار إدارة المنتجات تسويق الرقمي أشياء بتتم رواد الأعمال بناء على طناعنا المباشر مع الشركات الناشية أولا بأول أما عن بودكاست برشوت سكستين فشكرا من كل قلبنا على كل الحب والدعم اللي بتقدمو لنا دائما رح نسعى دائما إنه ننشر محتوى مميز وبهمكم مع أصدقاء ملهمين وأصحاب تجارب عظيمة تشرفنا وانبسطنا في برشوت سكستين بودكاست باستضافة الأخ والحبيب والصديق العزيز سينان نصويص مؤسس جبل عمال ناشرون كانت حلقة مليانة خبرات وتجارب ودروس ما بتنتسع وبنحب كل حد بسمعنا يسمعها ويحضرها يكتب لنا رأيه في التعليقات أو برسالة وبنحب كمان تنشروها على صفحاتكم مع أصحابكم وأصدقائكم وعائلاتكم ليستفيد منها أكبر عدد ممكن من الناس وبنذكركم إننا مستمرين بستراتيجيتنا العام 2023 استراتيجية برشوت سكستين تي بي تونتي ثري رح تتعرفوا معنا على شركاء أكثر مجالات جديدة وقصص نجاح جديدة لشركات ناشئة عم تشتغل بكل أنحاء المنطقة والعالم هذا الشهر كان تركيزنا على إنه نكمل في دعم شركائنا وتوسيع شبكة علاقاتهم كمان عقد مجموعة من التدريبات ومجموعة من البرامج مع كثير شركاء وكمان إنه نتعرف على أكبر قدر ممكن من المؤسسين الفاوندرز والخبراء الأكسبرتس والادفايزرز اللي ممكن يكونوا جزء كمان مرة من شبكة علاقاتنا منحب العلمين تشتبين كل الناس في المنطقة العربية منحب التجارب تكون عظيمة جدا نرى إنه إحنا عنا منتجات قابلة للنمو زي من المنتجات اللي استوردناها يوم ما من كل مكان بالعالم عنا منتجات تقنية إحنا منحب التقنية جدا منحب التكنولوجيا كتير منحب دائما نكبر ونتوسع بكل مكان اليوم بارشون سكستين موجودة بعشرين دولة عربية زائد أكم دولة أوروبية فاخورين ومنحب يتشارك مع كل أصدقاء من كل مكان يفكروا يشتغلوا بمجال ريادة الأعمال ولأنه بارشون سكستين فهتكون هي بكل العالم العربي منحبكم كتير خليكم معنا ومتابعيننا لاتفاعلوا معنا نوصل أكبر قدر منكم من الناس أرجوك وأرجوكي ما تستئل بأهمية الأثر العظيم اللي ممكن تتركه أو تتركيه على أداء أي شركة ناشئة بالعالم العربي فإحنا شركة ناشئة نحب كتير دعمكم بينينا جدا أرجوكم إذا بتشوفوا أي شيء ممكن أدموا أكتر إحنا فاخورين كتير ورح أترك أسامة ينهي آخر شيء شكراً غسان يعطيك ألف حافية منتمنى إن شاء الله الأيام الجاي تكون مليانة أشياء عظيمة ونحقق أهداف كمان كتير أكبر وأكبر لنساعد أكبر قدر ممكن من الناس والشركات الناشئة في العالم العربي والعالم إن شاء الله خليكم متابعينا معكم وبجهودكم وبدعمكم حنوصل لمكان دائماً كتير أكبر من ما إحنا ممكن حتى نتخيل ونطبع بإذن الله شكراً أسامة إلى اللقاء